لا تحتاج ميليشيا الحوثي لانقلابية سبباً لاختطاف مواطنين وإغفاءه قصرياً ناهيك عن تصفيته فأسهل ما يكون عليهم هو رمي التهم على من شاء فعلوا ذلك كثيراً والتقارير الحقوقية طالما أكدت ذلك لأكثر من مرات استمع مجلس حقوق الإنسان وهو أعلى هيئة حقوقية دولية لقصص وشهادات لجرائم أعدام وتصفية قامت بها ميليشيا الحوثي تم إطلاع الهيئات الدولية على جرائم حرب قامت وتقوم بها ميليشيا الحوثي ما يؤكد نزعتها الإرهابية لكن لم يقوم المجتمع الدولي بأكثر من حظر السفر على بعض قياداتها وبعض العقوبات الاقتصادية وهي إجراءات غير رادعة على المستوى اليمني بدليل استمرار جرائمها بحق المدنيين آخر هذه الجرائم ما أقدمت عليه أناصر حوثية بتصفية مواطن من أهالي منطقة الحوبان شرق تعز بعد أربعة أيام من اختطافه من منزله مصادر محلية قالت لبلقيس إن عناصر من ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل المواطن عبد الفتاح المليكي بعد أربع ساعات فقط من عودته من غربته لقضاء إجازته مع أسرته واختطفوه إلى جهة مجهولة وبعد أربعة أيام أعادوه جثة هامدة وعليه آثار تعذيب وحشي هذه الجريمة تضاف لسلسلة جرائم مشابهة ارتكبتها الميليشيا بحق مدنيين بدم بارد والأمثلة على ذلك كثيرة لم تنس الذاكرة إعدام أربعة من مشائخ البيضاء واختطاف مواطنين وتصفيتهم لأكثر من 180 مختطفا في سجونهم على مرأة المجتمع الدولي هذه الجرائم تجدد تساؤل عن قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح هذه الميليشيا ووضع حد لجرائمها الإرهابية